مساء الخير وأهلا بيكم في برنامجنا ضد المستحيل إزاي كان ينسى عامل إيه؟ أهلا بيك يا محمد وأهلا بكل اللي بيشوفونا النهاردة مساء الأمل، مساء الطاقة، مساء الإرادة، مساء التحدي على كل إن شاء الله اللي بيشوفونا النهاردة على قناة الصحة والجمال الحقيقة النهاردة الحلقة مهمة جدا مهمة بالنسبة لي أنا شخصيا قبل ما تكون مهمة بالنسبة لكم لأن أنا ساعات من وقت للتاني كده زمام الأمور بيفلت معايا يعني ساعات الواحد بيبقى من وقت للتاني محتاج حاجة تذكره محتاج حاجة تبدأ تفوقه كده من وقت للتاني لأن للأسف إحنا بنلاقي إن فيه وقت كتير جدا ضيع من يومنا في اللاجئ تيجي تسأل الواحد هو بيعمل إيه في يومه؟ تلاقي أغلب الوقت تلاقي قاعد على الموبايل، قاعد على الإنستجرام، قاعد على الفيسبوك طب إنت بتعمل إيه في يومك؟ ولا شيء طب إنت دخلت دلوقتي مثلا على التك توك طب عملت إيه في التك توك؟ إنت عبارة عن التك توك عن أن أنت بتتفرج عن ناس بترقص في اللاشي، مهاطرات، ناس بتاخد فلوس أو في مصالح بتتقضى عن طريق الشيء ده بس إيه الإفادة اللي أنت استفدت بيها في يومك؟ ما فيش أي للأسف استفادة لأن أنت بتعتبر المواقع دي أو التطبيقات دي هي بتكسب عن طريقك أنت، هي للأسف بتتنافس عن طريق إزاي تضيع وقتك وتضيع يومك في اللاشيء يعني للأسف بتلاقي ناس كتير جدا، يعني شباب في السن بتاعنا ده والعشرينات والتلاتينات، يوم وكله عبارة عن فيسبوك وإنت لو أعدت بس على فيسبوك هتلاقي نفسك أربع ساعات دي يعطيها في اللاشيء أعدت على الإنستجرام تلاقيه ساعتين ثلاثة من غير حاجة طب فين استغلال وقتك؟ أنت بتعمل إيه في يومك؟ بتطلع من اليوم بلا فائدة الحقيقة كانت دكتورة أنا طبعا يعني أنا عن نفسي أنا برضو جيت مريت في وقت كبير بنفس الشكل ده يعني بعد التخرج مباشرة أعدت حوالي سنة ونص اللي هو الواحد عايز ياخد حدنة محارب كده اللي هو كأنك تطلع من حرب ومعركة شرسة ودراسة وأعباء دراسية ومذاكرة ووجع قلب فأقلت أعد كده مع نفسي قبل ما أبدأ في الشغل وابل ما أبدأ في الحياة بقى العملية أعدت الحقيقة وبعد سنة ونص بالزبط قدمت على الماجستير جات المشرفة بتاعتي جات قايت لي كلمة واحدة الحقيقة علقة في ذهني إلى حد هذه اللحظة جات قالت لي إيه؟ لو ما مشتيش يومك على كيفك يومك هيمشيكي على كيفه يعني لو أنت ما حسبتيش حساب كل لحظة وكل دقيقة بتعدي من يومك بساعتها بالدقيقة باللحظة هتلاقي نفسك يومك بيعدي كله ما طلعتش منه بحاجة وده للأسف بيخلي الواحد يحس بإيه اللي تثقة بالنفس ما بتحسش بقيمة نفسك تبقى مش عارف أنت عملت إيه أنجزت إيه في يومك طلعت بإيه ولا حاجة فموضوع تنظيم الوقت إن أنا أبقى مرتب أولوياتي بشكل صحيح مش عيب إن أنا أقضي وقتي برضو في لعب وفي خروج وفي فسح ده مش عيب إطلاقا لازم الوقت يفصل من وقت الواحد يفصل من وقت الالتاني يخرج يسافر يقابل صحابه يعمل حاجة بيحبها يلعب بلاي ستيشن مفيش مشكلة بس أنا لازم أحدد وقت معين في يومي أقول مثلا أنا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية هعمل الشيء الفلاني ده هاجي مثلا الظهرية يعني إحنا أصلا الـ 24 ساعة بتاعت يومنا ضايع منها أول 8 ساعات نوم ماشي فيه فترة كمان بتضيع في الأكل وفي الشرب الصلاوات طبعا لغنا عنها لكن انت بقى بتعمل إيه في بقية اليوم يعني انت بتنظمه إزاي مستحيل تلاقي حد ناجح سواء رئيس وزير مدراء أصحاب شركات ومشاريع عمرك ما تلاقي يومهم كده اللي هو يقولك إيه عم أنا ماشي بالبركة زي ما اليوم يعدي زي ما نشوف بكرة إن شاء الله هنبقى نعمل إيه لا ما فيش حاجة اسمها كده أنا لازم أجيب وراء وقلم وخطط كل يوم أنا هعمل فيه إيه مثلا أنا النهاردة يعني أول حاجة أحدد موعيد صحياني ونومي ما بقاش متكاسل وأنا نعم الساعة سبعة الفجر وأصحى الساعة سبعة الصبح مثلا وأصحى أرباع العصر وتلاقي اليوم كله عدة ويقولك اليوم ما فيش بركة هو فعلا آه يعني اليوم بيعدي بسرعة ومنحسش باليوم بس إنت لو نظمت يومك صح وبدأت فيه إزاي تدريجيا وعرفت إيه الأولويات اللي إنت لازم تحددها في يومك هتلاقي نفسك اليومك عدة بشكل رائع جدا هتلاقي نفسك حققت حاجات حتى لو أنت ناجح في مجال عملك هتلاقي نفسك حققت حاجات بقيت أنت أنجح فيها ما بتضيعش وقتك في اللاشيء تلاقي نفسك حققت إنجازات اليومك فرق معاك تلعت بنتيجة في اليوم يعني أنت لازم آخر كل يوم تسأل نفسك أنا عملت إيه في اليوم النهاردة؟ هت وراء وقلم كده وكتب آه عملت كذا عملت اتنين تلاتة أنا أنجزت حاجة عملت حاجة مفيدة لكن للأسف المهاطرات السلبية والفيسبوك واللعب والكلام ده كله للأسف تضيع وقت في اللاشيء ولا أنت رأيك إيه محمد؟ بوسي نانسي هو السوشيال ميديا والنت عموما عامل زي العملة العملة ليه هو جهين؟ إحنا اللي بنختار الاستخدام بتاع السوشيال ميديا أو الننت إحنا اللي بنختاره هل هو تضيع للوقت أو استغلال للوقت أنا ممكن أستغل النت إزاي إن إحنا زي ما كلمنا قبل كده إن إحنا نتعلم كورسات نتعلم مجال جديد فيه كورسات كتيرة جدا عن النت ممكن تدخل مجال مثلا معينة البرمجة ادخل اتعلم فيه هيفيده معك من الصفر على يوتيوب على مثلا على برامج مثلا مواقع معينة في النت ادخل اتعلم في السوشيال ميديا بدلا ما تدخل تتصفح على أي محاطرات لا إنت ممكن تجيب منتج معين سوأ له عن طريق إن استغل السوشيال ميديا إن إنت مثلا تعمل مشروع ممكن تسوأ تعمل مشروعك تكبر فيه من خلال السوشيال ميديا ليه إنت بقى حاصر نفسك في تضيع الوقت طبع إنت النهاردة اتفرقت النهاردة مثلا على السوشيال ميديا على التكتوك أو الفيسبوك ما فيش أي اندهاش يعني بكرا نفس الكلام طبع ليه ما استغلش بقى زي ما الناس بتستغل رجال أعمال كده أي فرصة قدامهم إن هم يتكبروا مشروعهم بيستغلوها سوشيال ميديا مواقع من عن طريق الإنترنت تسويق مباشر هو ده استغل لوقتك أنت كل يوم في نفس الروتين نفس الكلام نفس المواقف أنت مش تعمل حاجة لا إحنا عندنا في أي حاجة فيها إيجابيات وفيها سلبيات أنت اللي بتختار هتمشي في الإيجابيات ولا السلبيات وفيه زي ما احنا تكلمنا برضه قبل كده أنت ممكن في مشاريع كتيرة بتتمنى عن طريق الإنترنت فيه شغل فيه وظائف فيه فلوس أنت اسعى في المجال ده وافهم بدل ما أنت قاعد مثلا ممكن الساعتين ثلاثة فعلا أنت بتقضيهم على سوشيال ميديا يفرقوا في حياتك في الإيجابية في تسويق نفسك في المشروع بتاعك مش مجرد اللي أنا قاعد بتصفح بشوف أخبار الممثلة كذا بشوف أخبار مو صلاح حبيبي طبعا مو صلاح واحد زي محمد صلاح ده يعني ما أعتقدش أنه هو فاضي يتفرج على السوشيال ميديا أنت بس تتكلموا عنه يعني أنتم هو بيصنع أسطورة معينة أنتم بتتكلموا عنه على السوشيال ميديا هو ده ما بيضيعش وقته يا محمد اللي زي ده ما عندوش وقت تفاضي أصلا أنه هو يقضي يضيعه في أصلي يعني أنا عايز أقول لكم حاجة برضو أنتم مثلا دلوقتي لو جيتوا قابلتوا أي صاحب شركة أي صاحب شركة حد تقيل في نفسه مدير أو صاحب شركة تلاقي الميتنج مثلا يا محمد عبارة عن نص ساعة بالزبط يقولك نص ساعة بالضييق أو بالكمال تلاقي الوقت خلاص انتهى يقولك تمام يا فاندي متفضل ليه؟ الراجل ده ما عندوش وقت يقضي ضيعه في مخاطراته وفي كلام كتير والوقت الدقيقة عنده بيحسبها بتامن الدقيقة عنده غالية هو ده اللي بيعف يستغل وقته صح أنا عايز أقولك حاجة يعني أنا سفرت برة كتير برضو السفر برة بيعلم حاجات كتير عايز أقولك المشي نفسها أنا نفسي تعلمت من برة حاجات كتير جدا لأنا سفرت دول كتير الناس مشيت الأجانب ليه ناجحين ما شاء الله وليهم مستقبل وسبقنا بعشر تلاف سنة ليه؟ علشان مشيتهم حتى أبسط الأمور تلاقي مشيتهم سريعة إحنا تلاقينا ماشينا مختر واللي بتعدي مثلا العربية تلاقيها بتعدي يا محمد ببط إنت عارفين طبعا ما بتبصش أصلا ناحية العربيات يعني أنتم كرجالة طبعا أنا عارفة الموضوع ده موضوع صعب يعني انت تبصي طيب العربية ماشي لا لا عندها كبرة إزاي تبصي على العربية لا إنت توقف هي تكمل طريقة الوحيدة يعني بسم الله م شاء الله بالزبط وبطيئة بقى وتلاقيها بطيئة طب ده ما وده وقت ده وقت والشباب ده الواحد لازم يستغل الشباب بأنه فترة الشباب دي ما بتتكررش يعني حتى الكبار يتلاقيهم يقولولك إيه لايت الشباب يعود يوما ليه لايت الشباب يعود يوما الشباب بيبقى كله طاقة وحيوية واليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني يعني كل وقت من عمرنا بيعدي عمرك ما احتعرف تعوضه لو أنت ما استغلتوش باستغلال مزبوط وزي ما أنت قلت يا محمد في حاجات كتير جدا عن طريق الانترنت يعني فيه شركات بتطلب ماركتنج عن طريق الانترنت يعني مثلا ماركتنج ديجيتال اللي هي الانلاين ماركتنج اللي هو عن طريق أن أنت تبقى عايد في بيتك وبيحولولك شركات أجنبية كبيرة بيحولولك المبالغ بتاعتك عن طريق الانترنت كل حاجة دلوقتي بيعت عن طريق الانترنت أنت ممكن تكسب منه أنت في بيتك هو آه زي ما أنت قلت السلاح زوحدين ليه ميزة وليه عيب آه تمام يعني إحنا مثلا لو تكلمنا مثلا برضو زي ما بنقول عن الاستثمار مثلا من خلال الانترنت إحنا تكلمنا مثلا عن المشاريع لجوة الدولة وإذا تعمل مشروع وتكتهت فيه وكلام من ده فيه دلوقتي مشاريع أسهل وأسرع في الفلوس تمام؟ زي ما إحنا تكلمنا قبل كده برضو عن البورصة المصرية فيه استثمار تاني اللي هي استثمار في الدهب أو البترول ده الحاجات اللي كلها بتتمع عن طريق الانترنت بس ده يعتبر من أخطر الاستثمار على مستوى العالم يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة إحنا مثلا كلمنا المرة اللي فاتت إن البورصة المصرية ممكن تكسب وممكن تحقق ضعف مثلا في شهر أو شهرين ضعف بيبقى ليها المكسب بتاحها والخسار على قد ما بتكسب على قد برضو ما بتكسب آه بس الخسار إحنا تكلمنا أن أنت ممكن لو السهم موقع بتهدع لي شوية لحد ما يرجع تاني محدش بيطلبك أن أنت تبيعه إنما الاستثمار فيه استثمار ممكن أنا عايز أقول لك وده من باب العلم بالشيء إنه زي ما قلت قبل كده فيه شغل واستثمارات معينة أنت مش عارفها هي موجودة على الأرض الواقع بس أنت علشان مش عارفها أو مش درسها أو يعني مش بتحقق تعلمها أه فأنت ما تعرفهاش أنا مجا أقول لك دلوقتي مثلا أنت فيه استثمار ممكن يحقق لك الضعف في يوم يعني أنت مثلا مثلا حاطت جنيه الجنيه ده بقى اتنين جنيه في النهاردة بقى الاتنين بقى أربعة ما فيش الكلام ده أستاذ محمد لقى فيه وموجود وأكبر شركات العالم شغلة فيه بس أنت كمستوى علمه معين أنت ما وصلتلوش لأن الناس شغلة بيه والاستثمار ده شابيه شابيه بالبورصة المصرية إلا إن فيه اختلافات بسيطة اللي هي تعتبر البورصة الأجنبية اه هي البورصة الأجنبية بس الاختلاف في إيه بقى إحنا مثلا قلنا أن البورصة المصرية لو أنت استهم بتاعك ويع شوية وانت بفلوسك اهدع لي شوية هيرجع تاني المعدل وممكن تكسب فيه إنما البورصة الأجنبية ديت أو البترول أو الدهب أنت ما عندكش اختيارات أنت عندك حجم اللي اتنين يه هتكسب يه هتخسر يعني ما فيش اوبشن اللي أنت لا أنا هذا شوية تلنا شوية مثلا لحد ده لما قيمت استهمت زيد فقد أبيت لا 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 ما فيش الكلام ده أنت يه هتكسب يه هتخسر والمكسب زي ما قلت لك إذا أنت ممكن تكسب في خلال ساعة واحدة ضعف فلوسك يعني مثلا سي أنت مثلا حاطد ألف دولار خلاص الألف ده في خلال ساعة عملوا ألفين فعليا حرفيا بتكسب المكسب تاني يوم الألفين اللي أنت كسبتهم بأو أربعة طيب فين اللغرات من اللي فيها ما هي الدنيا مسهلة يعني أنا لو كانت الدنيا حلوة كده كان ناس كل شغلات فيه لا هنا فيه نقطة بقى صغيرة جدا أن أنت زي ما أنت بتشتغل بكل الفلوس ممكن تكسب الضعف ممكن تكسب فلوسك كلها فالمجال ده مش أي حد بيدخل يعني فجأة ممكن تلاقي حسابك صفر وما تقدرش أن أنت تتخذ الخطأ ده خلاص خلاص والشركة خسرت خلاص أنت مش الشركة بقى مثلا مثلا إحنا قلنا داخلين مثلا في الدهر أو مثلا في اليورو أو مثلا في البترول الحاجات دي كلها برامج من خل الإنترنت عايز علمه معين المجال ده فعلا بحر فلوس بس في واحد عايز يلم ويجري واحد عايز لا يأخذ حاجة معينة علشان يكسب مثلا أنت ممكن تكسب اللي خليك تكسب مثلا الضعف في ساعة ممكن لا خليها في خلال أسبوع خليها في خلال أسبوعين هو آه ممكن أكسب أنا أكسب الضعف في أسبوع وإسبوع آه ممكن تكسب بس باستراتيجية معينة بفكر بعلمه معين المجالات دي أنا بقول مجال من ضمن مجالات كتيرة ممكن تكسب فيها أولوفات من لا شيء أنت كل أنت بتعمله بتعلم من خير الإنترنت أو بتعلم عن مراكز كورصات معينة اتعلم افهم في مجالات هتكسبك فلوس كتيرة أنت فين أنت؟ أنت قاعد في البيت يا إما قاعد في الكفاتيريا قاعد بتشكي وقاعد بتتكلم في السلبيات والأغلاء الأسعار تتعلم حرفة جديدة اتعلم مجال جديد عندك الإنترنت زي ما احنا بنتكلم على الإيجابيات دلوقتي إحنا أنت عندك بدل ما أنت قاعد تقلب كده وتسمع وتتكلم عن ده وعنده وتتكلم عن ناس المشاهير أو ناس الأساطير اللي بنوا نفسهم أنت قاعد بتتكلم عليهم تما تعمل أنت زيهم يعود يقول لك شايف فلان شايف مثلا موس الله ده موس الله ده بيأخذ ملايين ما هو موس الله ده ما أخذش الملايين دي هو عاد في بيته كان بينزل كل يوم الصبح وينزل ليتمرن وينزل ليتضرب ويعني تعب على نفسه انت واحد تعب على نفسه من الصفر وفيه ناس كتير يا محمد بتبدأ فعلا من تحت الصفر يعني هيري جالك من الكسير اشتغل على نفسهم بقى اشتغل على نفسك أهم حاجة في أول خطوة زي ما احنا تكلمنا قبل كده اشتغل على نفسك اشتغل على كسلك انت لو هزمت نفسك وكسلك هيتدي أول خطوة انت دلوقتي بتعمل إيه انا دلوقتي ادخل على نت انا مش بتكلم برضو انا بكلمك ان فيه زي ما احنا تكلمنا فيه مجالات غايبة عنك كتيرة فيه استثمارات غايبة عنك ممكن تشتغل في سلعة معينة تسوأ لها من عن طريق الانترنت عن السوشيال ميديا انت مثلا عندك هندي ميد مثلا شنطة معينة طوف تعملها محفظة حاجة سوأ لها من عن طريق خلي الناس تشوف منتجك الحلو او تعلمه او خش مثلا البرمجة البرمجة دي مثلا ايه انت تدخل هيتعلم حاجة هتطبقها على الكمبيوتر وهتسوأ لها مشروع عايز تزبطه حاجات كتيرة بتجيب فعلا فلوس كتيرة سيبك من شغل الشكوى والاعتراض والله انت تكلمت فيه من سنة ومن سنتين وهتكمل فيه العشر سنين مش هيفيدك بحاجة خلاص انا هتعمل خطوة وابتدي اتعلم من عن طريق انت فرصة ليك زمان ما كانش فيه الانترنت انا ما كنت بحب مثلا اتعلم حاجة اروح مركز كورسات اتعلم ماذا ما تعلمت مثلا في حاجة معين دلوقتي انت تبقى فيه كل حاجة اللغة الكمبيوتر البرمضة اي حاجة في الدنيا انت ملكش حاجة اصلا ملكش حاجة انت اصلا ملكش حاجة انت قاعد يعني انا هنزل فين ده الجوحة طب ماشا مش هتنزل يا سيدي كورسات كتير جدا انلاين حاجات كتير جدا مراكز تعليمية وحاجات على فكرة كمان امريكية يعني انت ممكن مثلا تروح منحة لامريكا منحة لانجلترا تعليمية مثلا تاخد كورس معين هناك وزعات بتبقى المنح دي مجانية بالكامل يعني انت ممكن ان انت تاخد المنحة دي وتسافر وتبدأ شفت تاني خالص من حياتك في دولة اوروبية مثلا تبدأ تتعلم فيها الكلام اللي احنا بنقوله ده تبدأ تتعلم فيها ثقافة الغير يعني احنا فارقين عن غيرنا احنا كعرب انا مش بكلم بس كمصريين كعرب فارقين عن الاجانب في ايه هما بيفكروا صح بيخططوا ليه هما اسمهم يعني ليه هما دقتي في الامر طلعين الامر احنا لحد دلوقتي نلاقي مثلا يعني سوري يعني في الكلمة يا محمد عربية الكارو لحد دلوقتي ماشى مثلا في مصر عندنا ليه 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 في فرق ثقافي فرق اقل الاشياء اخي ما ترميش الحاجة في الارض الزبالة اي حاجة تاكلها ايه الورقة ورقة شوكولاتة ورقة ما ترميهاش في الارض ابسط الحاجات دي موجودة عندنا ليه لان الفكر نفسه احنا كشعب فكرنا محتاج يتغير انت محتاج لانه يقولك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ده اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو الفقر الذهني مش الفقر المادي احنا اتكلمنا قبل كده الحلقة اللي فاتت برضو انت فقر ذهنيا في الفكر بتاعك لكن انت بمجرد ان انت عندك افكار وعندك امكانية مادية صغيرة ممكن تحولها لتبقى غاني ماديا بس الاول لازم تبقى غاني ذهنيا تمام احنا دلوقتي خلاص احنا مش معنا فلوس طب انت مش معك عقل مش بتشوف كنز يعني انت تفرق ايه سوري عن الانيمالز والحاجات دي انت عندك عقل شغاله شوية حاولت تشغل عليك شوية هو هيعطل والله من كتر ما انت سايبه كده هيصدي اه خلاص معتش هيبقى فيه والله انت بص اي حاجة اي حاجة قدامك اتعلمها هتفيدني لا مش هتفيدني صدقني هتفيدك انا من غير معرف انت عايز تتعلم ايه او تفهم ايه هتفيدك خلاص ممكن هقولك على حاجة برضو بص هقولك على حاجة يعني انت مثلا ساي مثلا عايز سباك بياخد سباك ده انت لو جدته خمس دقايق هياخد منك والله اكتر من اجدعه دكتور فيك يا بص ده الدكتور مثلا لو هياخد في الاستشارة بتاعته 500 جنيه ولا 40 جنيه ده ممكن ياخد في الشغلانة بتاعته اكتر من كده بكتير اه ده كتير بيت ده الوفات اه ليه عشان معه حرفة انا عزي اللي معه حرفة في ايده غيره معهوش الحرفة دي انا حرفيا انا مثلا واحد انا بروح دلوقتي مثلا باخد في هندسة السيارات عشان اعرف العربية بتعمل فيها ايه يعني العطي ده اسبابه ايه ازاي اعرف وصلحه لا الموضوع برضو بتاع الميكنيكية بتوع العربيات ده حاجة فظيعة هو بص في العربية عايز فلوس اه لا عايز فلوس هو بص ما عملش حاجة هو بص بس فانا لا خلاص ماشي انا هتعلم المش مش كبير عالعلم وفي نفس الوقت مش لا انا هتعلم ومخليش حد مثلا لا يعني مثلا ليه مثلا يجي ايه ليه فضل علي في حاجة معينة لا انا هتعلم واللي قدامي ده بدال مثلا زي ما يقولك ايه ما دينيش السمكة علمني كيف اصطاد بس خلي عندك اوعى تتكبر عالعلم هتفيدك اه دور وفكر علشان محدش هيساعدك لان اللي انت بتكلمه عايز حد يساعده هو كمان خلاص فانت اللي حاجة انت ممتلكها دلوقتي هو عقلك هو جسمك هو طاقتك خلاص استغل لها بس حاولت استغل لها بعد ما استغل لها صدقني لازم هتنجح صدقني يعني ده قاعدة اساسية يعني هقولك على حاجة انا بقى بتفرج على تيك توك وبقى بتفرج على الفيديوهات على الفيسبوك بس تعالك كده شوف انا بتفرج على ايه هتلاقى كلها عن العلم النفس الطاقة الايجابية هي دي موجودة على تيك توك برضو موجودة على الفيسبوك انت تتفرج على ايه اتدفع انا ساعات ده بقى قاعد محبط يعني مش هقولك بقى لا انا ساعات كده الدنيا برضو مزنقة وجو والحكاية بعض مثلا اتفرج على حكاية معينة تديك طاقة وتديك امل اه ما تستسلمشي انت لو استسلمت انت اللي هتقع فلازم لازم انت لا تتطاقن ايجابية لنفسك لان انت واللي حواليك انت لو سنت اللي حواليك يساعدوك ساعدني مش هساعدوك ولو ساعدك النهوات مش هساعدك بكرة فلازم انا ساعد نفسي لازم انا قوي نفسي لازم اتطاقن ايجابية لنفسي خلصنا على كده خلاص انت اللازم ديمتي البزرة استنى بقى تحصد الصمار بتاعتها ما تستعجلش الصبر واستمر بالزبط زي ما انت قلت كده الصبر والاستمرارية في نفس الوقت يعني مجيش انا مثلا ايه لسه دلوقتي متفرج على فيديو وكل طاقة امل وكل ارادة وتحدي مفيش يوم اتنين تلاتة لقى نفسي هبط سمات اخبار سلبية سمات صحابي يعودوا يسوقوا لي مثلا في التخصص بتاعي اواتفر انا في ايه في اصدقاء فعلا كتير جدا يبدا يقولولك ايه يا عم انت بتعمل ايه في التخصص بتاعك ده انت فكرك انت هتكسب بتخصصك ده ولا حد بيأكل منه عايش لا انت بتحب الحاجة دي يا شيخ انت مالك انا حابب الحاجة دي وهبقى ناجح فيها طول ما انت حابب شغلك وطول ما انت بتشتغل بضمير وبارادة طول ما انت هتبقى ناجح يعني اي مجال بقى في الدنيا اي مجال انت بتتكلم فيه حتى لو اللي هي المجالات البسيطة او زي ما احنا قلنا من شوية حرفة حرفة زي السباكة والنجارة والحاجات دي الناس دي مش هو الله بتكسب فعلا بتكسب فلوس كويسة جدا ما هو بيفتح بيت ازاي ومش هو الله بيربي ولاده ازاي بيكسبوا من عن طريق ايه عن طريق ان هو تعلم حاجة كويسة مظبوطة وبيحب مجاله تزرع فيه منه هو صغير عشان كده برضو احنا بنرجع تاني ونفكركم ان اي حد عايز عنده موهبة عنده فكرة مشروع عنده قريدي مشروع احنا بندعمكم عن طريق التليفونات اللي هتكون ظهرة على الشاشة بحيث ان انتم تكلمونا في اي وقت هنساعدكم ويعني يدنا مفتوحة لكم جميعا في اي وقت هنساعدكم يعني احنا عاملين البرنامج ده اصلا الفكرة بتاعته ان احنا عايزين ندعمكم بشكل جيد فيعني دي الحقيقة يا محمد يعني الفكرة ان اللي بقى برضو الواحد بيعمل هدف في حياته فكرة ان انت حتى بتدي طاقة ايجابية هو للناس ده ايه احنا بندلكم طاقة ايجابية دي في حد ذاتها حاجة كويسة جدا والله احنا شرحنا قبل كده مشاريع واستثمارات موجودة بقال حاجة ماديا وقلنا لكم ان في حاجات بتكسب فعلا قلوفات بس محتاج منك انت تتعلم تعلم بس ايه يعني احنا انا هنساعدك كتر من كده ايه طيب ادخل على الانت تتعلم اعرف المجالات الجديدة اعرف انت لما يتعلم مجال معين هتلاقي في فلوس من غير ما عرف ايه هو المجال هتكسب منه كويس اوي ويسيبك بقى من الجو بقى اللحبات اللي انت عايش في ده اي كلمة احنا بنقولها جربها من باب التغيير انت سمعت كلام نفسك صح بقى لك عشرة عشرين سنة وصلت لايه بعد جرب من باب التغيير اول حاجة تعتمد على ربنا اوان واخيرا في حياتك تمام وتقرب منه خلاص ده اول استيبه هتعمله تاني حاجة اسعى وما تشغلش نمعك يعني اسعى وحط مبادئ النجاح عندك ويسيب النجاح بقى لربنا يعني انا انت هتنجح هتفشل لا يا عم انا ما عرفش انا بسعى او واحد يقولك يا عم انت مستحيل تعمل كذا قالك مستحيل انت حققها احنا ضد المستحيل لان اللي بقولك مستحيل ده هو بتتلم عن امكاناته هو مش امكاناتك انت انت امكاناتك انت محدش عفي وصفها الا انت انت لو استسلمت بقى فهم المستحيل بالنسبة لي لكن انت لو بقت خطوة خطوة ووصلت للنهاية صدقني انت كده حققت المستحيل ماشي وتاني اهم حاجة قربك من ربنا ده عن تجربة شخصية القرب من ربنا هو اللي هيوصلك لمجالات وفتح ان شاء الله مش عايز اقولك فتح من كل حت والامور بتاعتك هتكون كويسة ويا ريت يا ريت يعني تكون رسالتنا او رسالة البرنامج وصلت لكم وان شاء الله ان شاء الله الحلقة الجاية انتظروها هيتبقى فهم فجأة حلوة قوت جدا ليكم ونختم كده ان شاء الله والله يا محمد يعني انا ان شاء الله بإذن الله تكون حلقتنا النهاردة فعلا استفدتوا بيها لان احنا بنقول كلام يعني مش مجرد كلام انشائية او كلام عشوية كلام ده فعلا انتو لو طبقتوها هتلاقوا نفسك في حتة تانية خالص حتى لو انت ناجح هتبقى انجح من كده عشان كده انا يعني ده ختم برنامجنا النهاردة استنونا ان شاء الله في حلقات تانية جديدة ويوم جديد وتحدي جديد كل يوم أربعة الساعة تمانية ونص وبرنامجنا ضد المستحيل شوفكم على خير